اشتركوا في القناة ان شاء الله معدنا مع الدرس الجرامر والجرامر النهاردة عن زمن الماضي البسيط اولا كل زمن بندرسه لازم نكون عارفين عنه خمس اشياء ايه هو اول حاجة التعريف تاني حاجة التكوين تالت حاجة الكلمات الدلة رابح حاجة النفي وخامس حاجة السؤال عندي اول حاجة لازم اعرفها هو التعريف تعريف الزمن يعني ايه اللي انا اعرفه عن الماضي يعني ايه ماضي الماضي البسيط هو حدث بدأ وانتهى في الماضي زي ما احنا شايفين كده حدث بدأ وانتهى في الماضي يبقى الاحداث اللي حصلت وخلصت ده بنستخدمها في زمن الماضي طيب عشان اعرف اقول على الزمن او استخدم الافعال في الزمن لازم اعرف التكوين احنا عندنا نوعين من الافعال عندي افعال منتظمة الافعال منتظمة اللي شكلها مش بيتغير في الماضي والنوع التاني اسمه افعال شزة تصرفات الافعال الشزة لازم تتحفظ كما هي نيجي لي الافعال المطالبين بها النهاردة هي الافعال المنتظمة نهايات الافعال المنتظمة عندي تلات نهايات بحطهم للفعل في المصدر عشان اعمل منه تصرفات في الماضي في عندي النهاية اي دي نهاية اي دي زي ما احنا شايفين كده الاي دي زي الفعل كوك كوك في الماضي بيبقى كوكت كوكت اما لسن لسن لسند هنا حرف الاي والدي حرف الصوت د اتنطق هنا بعد كوك اتنطق كوكت يبقى دي هنا الصوت بتاعها طلع ت لان في الاخر حرف الكي الصوت ك لو جا وراه الصوت د بيطنطق ت لسن هتبقى لسند طيب لو انا الفعل انتهى باي زي بيك بيك بقيت بيكت برضو الصوت ك جا في الاخر بيك ك الصوت ك هو اللي انتهى بيه الفعل لما جاء احط دي الصوت هنا اللي هيطلع ت بيكت سمايل 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 طيب عندي الافعال اللي نهايتها واي لكن لازم لما جاء اشيل الواي وحط اي اي دي لازم يكون الفعل اخره قبل الواي حرف متحرك حرف ساكن عندنا النهاية اي اي دي الاي اي دي احطها امتى اذا كان الفعل نهايته واي اذا كان الفعل بينتهي بواي لكن اذا كان قبله حرف متحرك زي اللي فوقها دي اذا الحرف المتحرك زي الاي اي اي او يو هنا مش بنشيل الواي ولا بنحط اي اي دي احنا بنحط اي دي فقط زي هنا الافعال play played هنا play ده المصدر في الماضي حط اي دي فقط هتبقى played ما عملتش أي تغيير ما شلتش ال-Y ولا حطيت-I-E-D أما إذا كان الفعل أخره-Y وقبله يصبقه حرف ساكن بنحزف ال-Y ونحط-I-E-D زي مثال وعندي كمان بنحزف ال-Y ونحط-I-E-D طيب إذا كان في بعض الأفعال بتنتهي بحرف ساكن ويسبقه حرف متحرك زي الفعل هنضعف الحرف الأخير ونحط كمان في الماضي هنا برضو زي وعندي كمان في أفعال مش بتتغير خالص دي أفعال غير منتظمة زي دي الأفعال الشز عندي الأفعال اللي ما بتتغيرش خالص زي فعل قط قط عندي put في كمان ثالث حاجة لازم نعرفها اللي هي الكلمات الدلة الكلمات الدلة زي yesterday yesterday اللي هي أمس in the past في الماضي last وملحقتها الملحقات زي last week last year last month عندي ago وسابقاتها كلمة ago بتيجي قبلها فترة زمنية بمعنى منذ كذا عندي once إذا كنت بحكي حكاية or once or once upon a time ذات مرة و in و قبلها وبعدها تاريخ حصل قبل كده أو سنة من السنوات الماضية سنة من السنوات الماضية في الناجتف بقى اللي هو النافي بنجيب فعل مساعد did وحط النط بتاعت النافي تبقى didn't وبعدها الفعل في المصدر مثال she didn't play هنا ما قلناش played هنا لأن عندي didn't هي اللي في الماضي يبقى she didn't play chords yesterday هي ما لعبتش kuchina imbira i didn't i didn't clean the tint last week i didn't clean the tint هنا clean جابها لي في المصدر لأنها بعد didn't اللي هي بتاعت النافي خامس حاجة لازم نعرفها عن الماضي البسيط هو السؤال احنا عندنا في الانجليش نوعين من الأسئلة عندي النوع الأول اسمه yes no question yes no question والنوع التاني اسمه wh question طيب الموجود هنا yes no question لما أجي أسأل سؤال بمعنى هل لو أنا أسأل بهل يبقى الإجابة يأمة yes يأمة no لذلك اسمه yes no questions يعني الأسئلة اللي إجابتها يأمة yes يأمة no طيب تكوينه ازاي الأسئلة دي لازم تبدأ بفعل مساعد وإحنا خدنا الفعل المساعد في النفي didn't هو نفس الفعل المساعد اللي هستخدمه في السؤال اللي هو did يبقى did واستخدم وراه الفاعل وبعدين مصدر الفعل ويبقى السؤال إذا كان موجود breakfast did you cook طول ما فيه استخدام did يبقى فيه فعل في المصدر زي ما نفينا بdid جاء بعدها فعل في المصدر وكذلك السؤال إذا استخدمت did في السؤال لازم يكون الفعل الموجود في السؤال في المصدر did you cook breakfast هل أنت طبخت أو أنت طبختي الإفطار الإجابة على السؤال اللي زي ده يأما yes يأما no والyes والno لازم يكون أولهم حرف capital وبعدهم comma اللي هي الفصلة السفلية وبعد yes والno بنعمل حاجة اسمها المقص يعني إيه مقص يعني أبدل ما بين الفعل المساعد والفاعل لو هنا did you في الإجابة yes وعمل المقص اليو في السؤال بتتحول ل i أو we على حسب إذا كان اليو ده مخاطب مفرد يبقى الفاعل اللي هنا في الإجابة هيبقى i لو اليو مخاطب جمع يبقى الفاعل هيبقى we في الإجابة did you cook breakfast يا إما قول yes i did بدلت ال did واليو بدلتهم اليو وتحولت ل i وجبت did بعدها طيب لو no يبقى اقول no i وطول ما في no في الأول لازم يكون في نفي not في الآخر no i didn't مثال الثاني اللي هو question number two did she وممكن الشي أجيب اسم مفرد أي اسم مفرد سواء للمؤنث did she أو did he ال did أصلا بتمشي مع أي ضمير أو أي اسم مفرد أو أي اسم جم did she clean the didn't did she clean the هل هي نظفة الخيمة برضو نفس الحكاية أجاوب يا إما بيس يا إما بنو واعمل تبديل بين الفعل المساعد وبين الفاعل هنا did she يبقى الإجابة yes وابدل she did يبقى هنا الفاعل الأول she وبعدين did طيب no يبقى no she did وحط النط يبقى no she didn't المثال بعد كده did you play cords did you play cords no i didn't هنا الإجابة بالشكل ده بتبقى اسمها إجابة مختصرة اللي هي yes i did أو no i didn't هنا برضو هنجاوب إجابة لكني هضيف الإجابة الكاملة no i didn't لأ did you play cords أنا ما لعبتش cords أو no i didn't لكن هقول أنا عملت إيه مبارح أو في الفترة اللي فاتت قل i watched the sun rise أنا شاهدت شروق الشمس عندنا التمرين بتاعتنا النهاردة هنا إزاي نستخدم الأفعال في الماضي وأعمل السؤال اللي هو yes no question وإزاي أنا أجاوب على الأسئلة بالشكل ده هنا بيقول لي في number one الأول نجيب الأفعال في المصدر والأفعال في التصرفات بتاعتها في الماضي عندي بيقول لي listen and repeat يعني اقرأ استمع وكرر cook الماضي منها cooked climb climbed wash washed listen listened watch watched clean cleaned laugh laughed play played دلوقت سمعنا الأصوات بتاعة الأفعال في الماضي ناخد الأمثلة زي ما احنا شايفين في الصورة بيقول لي الفعل بتاعي هيبقى هي يبقى هبدأ السؤال بدد وعند الفاعل اللي هستخدمه هي والفعل بتاعي wash the puts and pans والإجابة هتبقى yes يبقى نعمل ازاي احنا هنبدأ بالفعل بالمساعد اللي هو did اللي بنستخدمه في زمن الماضي البسيط يبقى did he wash the puts and pans وزي ما احنا شايفين هم جايبين الصورة بتاعته هل هو كان بيغسل الأواني والطسات فالإجابة هتبقى yes واعمل تبديل بين الفعل المساعد والفعل كان did he زي ما احنا شايفين اذا المثال did he wash the puts and pans يبقى يس he did تاني مثال معانا في الصورة بيقول الفعل بتاعه يبقى they we الفعل بتاعي climb mountain الإجابة تبقى no وخلي بالنا لازم هجيب إجابة كاملة واقول الفعل اللي هم عملوه دلوقتي climb mountain شايفين احنا في الصورة هم مش climb mountain خالص هم watch the sunrise يبقى انا هنفي اللي في السؤال وهقول الإجابة الصح اللي في الإجابة طيب يبقى احنا استخدمنا ايه الفعل المساعدة اللي هنستخدمه في الماضي في السؤال يبقى did واستخدم الفعل وراء they did they climb mountain هل هم تسلقوا الجبل الإجابة تبقى no واعمل المقص بين did وthey يبقى no they didn't عشان عندي no في الأول لازم يبقى فيه not في الآخر يبقى no they didn't طيب هجيب بقى التصحيح بتاعي اقول they واجيب الفعل هنا في الماضي لأن انا عندي الزمن اللي انا استخدمت فيه وزمن الماضي يبقى they watched the sunrise وإحنا نطقنا watched D بتاعة اللي بعد ال ED اللي بعد watch لأن الصوت تش تش بيتنطق الED اللي وراه بيتنطق ت يبقى no they didn't they watched the sunrise زي ما احنا شايفين كده did they climb a mountain no they didn't they watched the sunrise طيب المثال اللي بعد كده الصورة البنت بقى بتقول عندي الفاعل she هنا زي ما احنا شايفين she طيب الفاعل بتاعها هيبقى the tint طيب ايوة فعلا في الصورة هي كانت clean the tint اللي هي بتنظف الخيم عايزة اسأل اقول did she clean the tint واحنا قلنا طالما فيه did في السؤال او didn't فينا في لازم يكون الفاعل في المصدر did she clean the tint yes واعمل المقص بين did اللي انا بدأت بها السؤال والشي اللي هو الفاعل اللي وراه yes she did did she clean the tint yes she did طيب السؤال اللي بعد كده عندي الفاعل you والفاعل listen to stories لكن في الصورة no و climb a mountain ده الفاعل اللي هي عملته يبقى قول السؤال did you listen to stories طيب هنا هتقول no واعمل المقص بين الفاعل المساعد did والفاعل you اللي هو هيتحول ل i في الإجابة يبقى no i didn't no i didn't وهنا بحط في الستوب بعد didn't وقول i climbed a mountain i climbed a mountain يبقى did you listen to stories no i didn't i climbed a mountain اللي بعد كده الفاعل بتاعها هيبقى they والفاعل play المساعد اللي هو did يبقى no they didn't طيب هصلح بقى الفاعل اللي هم كانوا عاملينه اقول they listened to stories اجيب الفاعل في الماضي listen هتبقى listened زي ما احنا شايفين في الاجابة did they play chords no they didn't they listened to stories number six واخر واحدة عندي الفاعل بتاعي اقول did you laugh at jokes هل كنت بتضحك على النكات اقول yes واعمل التبديل yes هنا بقى البنت هتسألها بتقولها did you laugh a joke ستقولها yes i اليو تحولت لاي عشان هي مفرد yes i did بكده نكون خلصنا الدرس القواعد بتاعنا النهاردة ان شاء الله انا هحط لحضراتكم الدروس اللي قبل كده اما في صندوق الوصف اما في البطاقات واشكرا ان لحس نستمعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة